أبو إبراهيم يسأل عن مكانة العلماء علماء الشرع يعني وموقف الناس في التعامل معهم أبو إبراهيم بارك الله فيك بالنسبة للعلماء أولا العلم الشرعي أضمه الله عز وجل ورفع مكانة أهله قال الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلماء درجات وقال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال جل وعلا ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال أهل العلم في وجه راجح من أوجه التفسير ومن كان ميتا فأحييناه قيل بالإسلام وفي وجه آخر قيل بالعلم وربنا جل وعلا أخبر عن نبي عليه الصلاة والسلام أنه ما طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم قال وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما وأمر الله جل وعلا الناس بسؤال العلمة قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وبيّن جل وعلا أن أهل العلم نظرهم مآلي وينظرون بنور الله ولذلك في قصة قارون لما خرج على الناس بزينته افترق الناس إلى فريقين أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح لما رأوا الزينة ما غرّتهم البهارج والزكرشة والزخرفة وهذه الأمور الطينية السفلية قال الذين أوتوا العلم ويّلكم ثواب الله خير لمن آمن شوف نظرهم أما أهل الدنيا فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قالوا إنه لذو حظ عظيم غرّتهم المناظر فأهل العلم دائما ينظرون بنور الله للعلم الشرعي المؤصل لهم نظر عجيب ولذلك الدنيا يعرفون كيف يفسرون الدنيا وحوال الدنيا ذلك نظرهم دائما أخروي على طريقة الأنبياء والمرسلين والسنة النبوية مليئة بالأحاديث التي فيها فضل العلماء ومكانة العلماء ويكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب أرأيت القمر فضله على سائر الكواكب كذلك العالم وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح بطالب العلم يقول مرحبا بطالب العلم ويبين عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب وأن الله جل وعلا خصص ملائكة فقط يأتون إلى حلق الذكر ودروس العلم فضلا عن بقية ما يكون مع الإنسان من عن اليمين وعن الشمال قعيد له معقبات من بين يديهم هؤلاء ملائكة فقط فقط يأتون لطلاب العلم اللي في المساجد أو في المجالس ولذلك لما يرجعون إلى ربهم جل وعلا يسألهم وهو أعلم أين كنتم قالوا كنا عند عباد لك يذكرونك وكذا آخر الحديث حديث طويل قال الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم وأجرتهم من ناري وأجرتهم من ناري وأدخلتهم جنة فيقول ملك فيهم رجل يعني جاء لدنيا فقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هم القوم شوف بركة العلمة وبركة العلم والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن العلم لا ينتزع من صدور الرجال انتزاعا وإنما يذهب العلم إذا فقد العلمة قال عليه الصلاة والسلام أن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن ينزعه بموت العلمة فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا ولذلك العلماء يمثلون العمود الفقري في أمة الإسلام وحاجة الأمة إلى العلماء حاجة ضرورية حاجة ضرورية فاحترام العلماء وتقدير العلماء وتبجير العلماء والنصيحة للعلماء هذه مسألة من أهم مسائل الشرع والدين ولذلك إذا رأيت البلد يخلو من العلماء الربانيين فاعلم بأن هذا نذير شؤم وأن علامة سوء هذه إذا خل البلد من العلماء الربانيين لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن العلم لا ينتزع هكذا نزع من الصدور وإنما بفقد العلماء والعلماء سبحان الله العظيم صمام أمال للأمة وقرأ التاريخ السوابق التاريخية والواقع المعاصر المشاهد كيف أن للعلماء دور كبير في درء الفتن وفي صد الشبهات وفي حماية بيضة الإسلام وحفاظ الحفاظ على مصادر الدين وموارد الدين وكيف أن الفتن التي تتعرض لها كثير من البلدان فتنة الخروج على ولاة الأمر فتنة الثورات ما أجهضها إلا العلماء ولا وقف سدا منيعا أمامها إلا العلماء إلا العلماء ولذلك للعلماء فضل على الناس خاصة في مسائل الاستقرار والأمن الذي تعيشه كثير من الدول لماذا؟ لأن العالم لديه السلاح سلاح القرآن والسنة ليس هناك أشد على أهل الغلو والتكفير والخروج من العلماء لأنه ما يعرف أدوات هؤلاء وأدلت هؤلاء إلا العلماء وسبحان الله اقرأ التاريخ واستنطق الواقع تجد بأن العلماء هم صمام الأمان هم صمام الأمان فإذا ذهب العلماء يعني فتح الباب وحل البلاء في الناس فواجب على الناس أن يحفظوا للعلماء مكانتهم وقدرهم بعدين العلماء غير معصومين العلماء عندنا غير معصومين يصيبون ويخطئون والله جل وعلا يثيبهم إذا أخطأوا ليس على الخطأ وإنما على الاجتهاد إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجراني وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد لماذا؟ لأن أهل اجتهاد لديهم أدوات عندهم الأهلية عندهم القدرة على مسألة الاستنباط هم غير معصومين لكن لا يجوز أن نستثمر وأن نستغل كلمة غير معصومين ونجعلها طعن فيهم أو إسقاط لهم فإن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة ومن وقع في العلماء بالثلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب نسأل الله العالم